برنامج البنك المركزي في حثف الأصفار جاء متأخرا بعد تأجيل طويل على هذا المشروع الذي من شأنه إعادة الهيبة إلى الدينار العراقي الذي عانى التضخم طويلا المركزي العراقي سيبدأ العام الحالي بإجراءات حثف ثلاثة أصفار من العملة المحلية حسب ما قالت اللجنة المالية النيابية في العراق استنادا المخاطبات الرسمية بين المركزي واللجنة المالية النيابية عضو اللجنة المالية عبدالحسين الياسري أكد أنه من المفترض البدء بالاستعدادات اللازمة لحثف ثلاثة أصفار من العملة المحلية مضيفا أن العملة المحلية ستخفض من أربعة مليارات وحدة إلى مليار وحدة الأمر الذي سيجعل هناك انسيابية في عملية نقل العملة وبين لياسري أن اللجنة المالية تدعم إجراء تغييرات على العملة المحلية نظرا للأهمية الاقتصادية للعراق البنك المركزي أكد من جانبه أن حثف الأصفار يأتي ضمن خطة لتطوير سياسته النقدية وإصلاح الإدارة العملة وكان البنك المركزي العراقي قد أشار في أغسطس آب الماضي إلى أنه يخطط لحثف الأصفار من الدينار العراقي لتسهيل المعاملات المالية التي تتم من خلال النقد في معظم الأحيان ومن بين الصعوبات التي يواجهها العراق إذا ما أراد الإقدام على حثف الأصفار من الدينار هو سحب حوالي 30 تريليون دينار متداول في السوق العراقي حاليا ثم التخلص منها واستبدالها بعملة جديدة ويتخوف المراقبون أن يفتح باب تغيير العملة العراقية الباب أمام حملات تزوير واسعة النطاق يتم النفاذ إليها من خلال عملية سحب العملة القديمة من الأسواق مشروع رفع الأصفار من العملة العراقية القديمة رغم أهميته الاستراتيجية إلا أنه تنفيذه يجب أن يكون مرتبطا باستقرار السياسة الأمنية في البلاد حتى لا تكون عواقبه كارثية حسناً قريباً قريباً في حالة إلى هذا الفيديو الذي قمت بتغيير أيضاً لديه دقائق أفضل بانك في إراك لذا إذا كنت في المنطقة اشتركوا في المنطقة بالنسبة للمشاهدة بإضافة هذا وهناك دقائق أفضل بانك في المنطقة اشتركوا في المنطقة وكذلك يمكنك التغيير من المنطقة وكذلك يوجد المنطقة بالنسبة للمشاهدة الآن سأشتركوا في المنطقة سأشتركوا في المنطقة إذا كنت هذا الفيديو من حتى لوحنا سأشتركوا في المنطقة إذا كنت ترى هناك لديه يمكنك أن ترى 4.0% central bank of Iraq's statement green light for zeroes deletion وكذلك سأشتركوا في المنطقة 145-146 click it and just go like that and here we are we're on the official translated central bank of Iraq document it says right here central bank gives a green light to execute zero deletion it's in Arabic so if you know anybody who speaks Arabic they'll just confirm that what I wrote is correct here okay I had this professionally translated also I put it on the site itself so you can put your email right here and you can get on the newsletter for updates but if you guys ever want to just copy and paste it I put the Arabic and the English here so start at the top and just copy and paste that and please include a link back to my site I appreciate it I did spend some money to get this stuff translated and it does take time to get this stuff posted and I'm not selling currency or anything like that in fact I kind of don't want people to buy currency right now if you can believe that but I do want everybody to be informed about Iraq and the deletion of the zeros so thanks for watching please give this video a thumbs up and share it on any site you want and I will look forward to seeing you guys in the future thanks and have a great day thanks and have a great day thanks and have a great day